التسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش موجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم بدأ اليوم حجاج بيت الله الحرام المتعجلون برمي الجامرات في مشعر ميناء مع بداية ثاني أيام التشريق ثم يتوجهون بعد ذلك إلى الحرام المكي لأداء طواف الودع وهو آخر مناسك الحج ليغادر الحجاج المتعجلون مكة المكرمة اليوم وخصصت الجهات المعنية عددا من المسارات لتوزيع الحشود على الأدوار المتعددة لمنشآة الجامرات وسط مشعر ميناء لضماني سيابية حركة الحجيك قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلين بينزيا إن فرصة إحلال السلام في أوكرانيا ضاعت ربيع عام 2022 وذلك بسبب الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبية وأضف نيبينزيا أنه بعد ضياع فرصة السلام في مارس من العام الماضي ستكون الشروط الآن مختلفة أكد المتحدث باسم الخارجيات الأمريكية ماثيو ميلر أن قمة حلف النيتو في بيلينسيوس ستقدم دعما ملموسا لأوكرانيا وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي إن الحديث يدور حول دعم سياسي وإجراءات عملية على حد سواء مضيفا أن المشاركين في القمة سينقشون كذلك أحدث التطورات في روسيا أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلسه التنفيذي وفق على تحويل فوري لما يقارب 900 مليون دولار إلى كيب بعد الانتهاء من المراجعة الأولى لبرنامج المساعدة المالية لأوكرانيا وكشف الصندوق عن أن انتهاء المراجعة الأولى يمنح سلطة التحويل الفوري لمبلغ 663.9 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة أو حوالي 890 مليون دولار وصرح المدير التنفيذي عن روسيا في صندوق النقد الدولي أليكسي موجين بأن الصندوق عدل قواعد الإقراض ثلاث مرات من أجل أوكرانيا أكدت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أن محاولة التمرد لمجموعة باجنر لم تؤثر على قنوات الاتصال الطريقة بين موسكو وواشنطن لفتا إلى أنها لا تزال مفتوحة وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر خلال مؤتمر صحفي أنه ليس على علم بأي تأثير على عمل الاتصالات بين العسكريين عبر الخطوط الساخنة التي أقيمت بين البلدين أكد البنتاجون أن الولايات المتحدة لا تعتزم رفع العقوبات عن القيادة العسكرية الصينية رغم الشروط بكين لاستئناف الحوار بين وزارتي الدفاع للبلدين وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر أنه ليس من الضروري رفع العقوبات لإجراء اتصالات بين قيادات وزارة الدفاع في البلدين مشيرا إلى أن بلاده لا ترى ما يعرقل إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة مع الصين قال توزارة الدفاع الأمريكية أن منطاد التجاسس الصيني لم يجمع معلومات أثناء تحليقه فوق البلاد وأكد المتحدث باسم البنتاجون أن تقييمات بلاده للواقع خلصت إلى أن المنطاد لم يجمع أي معلومات وكان المنطاد الصيني قد حلق فوق الولايات المتحدة وكندا لمدة أسبوع قبل أن يسقطه الجيش الأمريكي قبل ساحل المحيط الأطلسي ترجمة نانسي قنقر